في بقى برضو حاجات ليه كواليس المباراة أمس كابتن محمود الخطيب كان استقبل بالأمس الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر وحرس على إداء درعة وعلم الأهلي خلال اللقاء اللقاء اللي تم في فرع النادي بس بالشيخ زيد تحديدا كابتن الخطيب رحب بسفير مصر في الجزائر وأكد على الدور الكبير يعني اللي بتقوم بالخارجية المصرية بصراحة على كل الأصعيدة ودعمها الكامل للمنتخبات والفرق المصرية اللي بتخوض منافسات مختلفة خارج مصر وفي كل كمان الألعاب ويمكن ده شيء يعني كلنا بنأكده وشوفناه على أرض الواقع وعندنا يعني اللينكات كلها موجودة فعلا خارجية المصرية عندنا بتكون أكبر دعم لأي منتخبة وأي فرقة بتسافر وبتمثل مصر في الخارج كمان أشاهد كابتن محمود الخطيب بدور السفارة المصرية في الجزائر ودعمها للأهل قبل مواجهة تأفاق ستيف الجزائري في إيابة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي هو هيكون يوم السبت تحديدا أعتقد هتكون برضو مباراة في غاية الأهمية زي ما كنا لسه بنتكلم فدي الكواليس اللي حصلت ولكن نرجع نقول تاني فعلا الخارجية المصرية بيبقى ليها دور كبير جدا وكمان دكتور مختار هو لسه على فكرة متعين من سنة يعني هو كان تعينه من عشرين واحد وعشرين لكن برضو العديد بيشهدوا لي يعني عارف فكرة الدعم النفسي الدعم النفسي ده بيكون مهم جدا لأي شخص فأنت لما بتروح بتمثل بلدك في أي دولة لما بتلاقي كمان الناس اللي هناك أو الخارجية المصرية بتاعتك بتساعد وبتساند ويمكن كمان بيبقى فيه ترتبات من قبل ما البعثة توصل فأعتقد كل ده بيكون في صالح يعني أو في صالحنا زي ما بيتقال فكان مشهد محترم طبع